موسيقى مساء الخير أهلا بكم إلى موجز أخبار الآن شنت الطائرات الروسية غارات جوية على أحياء مدينة درعة ومنطقة غرس جنوب سوريا بعد انتهاء هدنة لـ 48 ساعة تم الاتفاق عليها بضمانات أمريكية روسية وأسفرت عن قتل وجرح عدة أشخاص الغارات يأتي ذلك تزامنا مع قصف مكثف من قبل قوات الأسد والميليشيات الموالية له بالبرميل المتفجرة وصواريخ أرض أرض على أحياء درعة قال مسؤولون أمريكيون أنه لا يبدو أن هناك صلة مباشرة بين قصف إيران بصواريخ لتنظيم داعش في داخل سوريا وإسقاط الورايات المتحدة طائرة سوريا ووفقا للمسؤولين الأمريكيين فإن الإيرانيين لم يبدلوا جهدا لتقديم تحذيرات بشأن ضربتهم الصاروخية مع الولايات المتحدة ورأى محللون أن هجوم إيران الصاروخي يعد مؤشرا على تصعيد دورها في الأزمة السورية أعلنت منظمة الصحة العالمية ارتفاع ضحايا الكوليرا في اليمن إلى 1146 شخصا خلال أقل من شهرين منذ عودة المرض للظهور في 27 من أبريل نيسان الماضي وذكرت المنظمة في تقرير لها أنها سجلت حوال 167 ألف حالة اجتباه بالوباء مشيرة إلى أن محافظة حج لا تزال الأكثر تضررا بالكوليرا قال مكتب رئيس بلدية مقاديشو أن عشرة قتل على الأقل سقطوا في انفجار سيارة مفخخة استهدفت مبنى حكوميا في المدينة وتبنته جماعة شباب المتطرفة المرتبطة بتنظيم القاعدة وسمع دوي التفجير في معظم أحياء مقاديشو فيما هرعت سيارات الإسعاف إلى الموقع لنقل الضحايا وتشن جماعة الشباب المتشددة هجمات متكررة تستهدف المباني الحكومية والفنادق والمطاع قصف طائرات فليبينية مواقع للمتمردين وشنت القوات البرية هجوما جديدا على متشددين متحصنين في مدينة جنوبية اليوم الثلاثة وقال متحدث باسم الجيش أن الهدف هو إنهاء القتال قبل عيد الفطر في مطلع الأسبوع القادم جاء الهجوم وسط مخاوف من احتمال وصول تعزيزات للمتشددين بعد العيد ويشير إحصاء رسمي إلى أن القتال في مدينة ماراوي الذي دخل أسبوعه الخامس أودى بحياة حوالي 350 شخصا أزاحت عملاق صناعة طيران الأمريكي بوينغ الستارة عن النسخة الجديدة من طائرتها 737 التي تسجل أعلى مبعاد في معرض باريس للطيران وقالت بوينغ إن لديها أكثر من 240 طلبا من عشرة عملاء على الأقل لشراء الطائرة الجديدة التي تستطيع نقل ما يصل إلى 230 راكبا إلى اللقاء اشتركوا في القناة